المفروض الخدمة الطبية دي رسالة بالتؤدى وإحنا عن نفسنا كمستشفى مستشفى خاص مش مستشفى عام عملنا مبادرات كويسة بدأنا نعمل كل يوم جمعة من كل أسبوع حملة مخفضة بدرجة خصم 80% عملنا حملة سماعة حملة التطمن على طفلك كنا بنعمل كشف أطفال وكشف جلدية ومتابعة نمو وتحليل صور الدم كاملة كل ده عملينه بسعر رمزي وكان بتكاتف الحمد لله مع كل أعضاء المستشفى من دكاترة لتحليل لأسادزة قبل مدخل في التفصيلة دي خليني أقولك بشكل عام بشكل عام إحنا دلوقتي بنلاقي مستشفى السعر فيها مثلا ألف جنيه للخدمة دي مستشفى تانية خمسمة التفاوت ده بيبقى سببه إيه؟ وكل حد بيسعر الخدمة اللي هو بيترقاها من وجهة نظره؟ وكل مستشفى بتحط أسعار والمفروض الأسعار دي بتبقى مراقبة من وزارة الصحة وتحت رعايتها وتبقى محددة كل الأقسام اللي هي تقدر أسعارها إيه؟ من تحليل لأشعة لده لده ده بيفرق حسب برضو دقة الأجهزة اللي عندهم نوع الأجهزة نوع التحليل سرعة الأداء التحليل يعني فيه مريض محتاج لتحليل يطلع دلوقتي داخل عمليات بتبقى بصورة أسرع محتاج إشعة تطلع في 3-4 ثواني مش في مدة أكبر كل دي بتحتاج لأجهزة كبيرة وأجهزة دقيقة جدا وبتوصل لملايين الجنيهات بالأجهزة ودي يمكن اللي بتخلي بعض المستشفيات يتغالى في الأسعار لتغطية تكلفة أو لتشغيل لعادة الرؤوس الأموال اللي هو حططها بالنسبة للتكلفة يعني ممكن أجاوب وأقول لي صح أو غلط إننا جايب جهاز مثلا بمليون جنيه جهاز ده عشان أشغله محتاج تكلفة سابتة ألف جنيه فما ينفعش أعمل أقل من أربع أشععات في اليوم مثلا هل ده الكلام بصري وهو على الفترة اللي هو على ما بيجيب الجهاز ده تكلفته الاستثمارية بيبقى جهاز استهلك وعايز يتغير وبقى فيه اللي أحدث منه واللي أحدث منه كل يوم في المجال الطبي بيطلع أجهزة أعدق وأجهزة أحسن من الأول وأجهزة إشعة أعدق وبتوصل لحاجات ما بيوصلش لها الأجهزة القديمة فالتطور السريع في التكنولوجيا في المجال الطبي بيخلي الأسعار تتفاوت بين مستشفى ومستشفى طيب التفاوت قد يكون مقبول فرنجي مثلاً عشرين خمسة عشرين في المية ساعات بنجد التفاوت وصل لخمسين ومية في المية هنا إيه السبب؟ بتبقى حسب الحالات زي ما قلت لحضرتك حسب الحالات اللي داخلها للمستشفى حسب الرعاية اللي موجودة حسب الأجهزة اللي بيستخدمها المتطلبات المستلزمات الطبية اللي بيستهلكها ممكن كمريض أو مواطن يخش بيبقى حاسس أنه عامل أشعة بس أو تحليل بس إنما فيه مستلزمات كتير إن تقدر تطلع صورة التحليل دي أو صورة الأشعة والأفلام والجهاز والطباعة كل دي حاجات مش رخيصة وكلها حاجات مستوردة طبعاً فتكلفتها عالية تكلفتها عالية على الناس كلها إنما فيه مستشفى بتحط عشرين في المية مكسب وفيه مستشفى بتحط تلاتين في المية مكسب نظراً لحجم الاستثمارات اللي فيها يعني لو مستشفى استثماراتها مثلاً 100 مليون أرباحها تبقى غير المستشفى لإستثماراتها مثلاً 10 مليون أكيد عشان يجيب العقد الاستثماري على المبلغ اللي هو حطه كاستثمار في المجال ده في المدة اللي هو الأجهزة هتستهلك فيها طبيعي لازم يقدر 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 الخدمة بالسهر ده وده كله مراقب من وزارة الصحة لكل المستشفيات ودوريات منتظمة لكل المستشفى مش لمستشفى أو مستشفى لا لمتابعة الحالات ومتابعة المرضى فيها احنا بيجي لنا تفتيش من جميع الجهات الحكومية اللي تابع لوزارة الصحة سواء للتحاليل سواء للأشعة سواء للأسعار متابعين معنا كل ده بتنظيم مع الوزارة طب حتى في المعامل وفي بعض التحاليل بتلاقي نفس التحاليل وأكيد نفس المواد الكيموية اللي بيستخدمها المعمل هي نفسها اللي بيستخدمها المعمل بيه بس بتلاقي التحاليل هنا مثلا سي ولو بميت جنيه هنا برضو بيبقى بميتين جنيه ليه؟ ده سؤال الناس عايزة تسأله ليه؟ زي ما قلت لحضرتك سرقة التحاليل أو احتياج المريض للتحاليل في مدة معينة أو في مدة أقل عشان يقدر يتصرف له العلاج المناسب له ده بيأثر في سعر التحاليل وبيأثر في جودة الجهاز اللي هو شغال عليه اللي شغال في تحاليل النهاردة عايز يطلع عينة بعد ساعة غير لما عينة بتطلع تاني يوم ده جهاز بسعر ودي مواد بتضاف عليها بسعر وده بسعر تاني خلال تفاعلات دي غير تفاعلات دي؟ التفاعلات دي غير تفاعلات دي وزي ما قلت لساة كل ده مراقب من وزارة الصحة وفي رقابة شديدة على المستشفات الخاصة متسيبينها كل واحد بيحط السعر اللي في دماغه ولا الكلام ده بس احنا بنقول ان احنا لو كل مستشفى او كل مستثمر في المجال الطبي عمل يوم في الاسبوع باسعار مخفضة باسعار مش بتكلفة بقل من التكلفة بحيث يقدر لو كل النهاردة لو كل مدينة او كل منطقة فيها مستشفى خاص وعمل يوم في الاسبوع بتخفيض 80% زي ما احنا عملنا بتسعين في المية ده اقل من التكلفة وده ساعدنا عليه ان الدكاترة نفسها اللي معانا عونونا في النبا اتنازلوا عن مرتباتهم في اليوم ده يعني انت حد مغششك الامتحان وبتجاوب قبل انا ما اسألك انا كنت هسألك طيب اذا كانت المستشفيات الخاصة من حقها هتكسب وده حق مشروع وقانوني ولكن ايضا للمجتمع على هزي المستشفيات وعلى هؤلاء المستثمرين اكيد له حق طبعا طب يعني هنا انت بتقول انا بعمل يوم في الاسبوع هل ده عندك في المستشفى بتعمل يوم في الاسبوع بتقادم فيه ايه بس انا يعني بنعمل يوم في الاسبوع بسعر اقل من التكلفة بسعر يوازي 20% من الاجمال يعني بخصم 80% تمام اعملنا حملة اللي هي حملة الطمن على طفلك كنا عاملين للطفل كشف اطفاله وكشف جلدية ومتابعة نموه وتحليل صورة دم كاملة وتحليل طفليات جهاز هضمي وكنا عاملين السعر ب50 جنيه تمام ولو ولو اسرة فيها طفلين كنا بناخد الطفل التاني بتلاتين جنيه الحملة الاولانية حققت 120 حالة 120 اسرة جوم المستشفى وتطمنوا على اطفالهم واللي عنده حاجة قدر يلحقها بسرعة والنهار ده انا لما بكشف عن مرض او عن حاجة معينة في الجسم في بدايتها بيقدر السيطرة عليها وبيقدر مكلفش الدولة ومكلفش الاهالي عب ان انا دخلت في مرحلة معينة من المرض مقدرش اقوم عليها مجموعة الحملات دي بتسهل على الأسر وبتسهل على المواطنين وبتسهل عليه ان يقدر يكشف على اولاده ويتطمن على نفسه عملنا الحملة التانية للكبار كنا عاملين وظائف كبد وظائف كلا وصورة دم كاملة وتحليل صنار وكشف بطني وكشف قلب وكلهم استشاريين وكنا عاملين السعر كل ده 90 جنيه بتخفيض 80% من سعر التكلفة الدكاترا اللي معانا اتنازلوا عن رواتبهم كادر التمريد الاداريين ساعدونا فعلا ان احنا نقدر نعمل كل اسبوع يوم بالحملة ان احنا نقدر كل اسبوع نقدر نواجه حاجة معينة النهاردة عملناها للاطفال بكرة عملناها للكبار بنعمل للسيدات حملة بنعمل كشف عن الاورام الصدر والكشف عن حملة السكر مجانية يلا دعاية هو للمستشفى عشان الناس اللي جنب المستشفى احنا منقول دعاية ان كل مستثمر في المجال ده زي ما هو من حقه يكسب ومن حقه يجيد تكلفة الاستثمارية اللي حطها للمشروع واجب المجتمع المدني حواليه ان يقدر من ضمن المكسب ده يقدر يعمل يوم يوم واحد في الاسبوع يعمله مجاني يعمله باجر رمزي يقدر غير المقدارين يرفع المعاناة عن الشعب وعن كل اللي حوالين المستشفى والمحيط به النهاردة لو حضرتك كل مستثمر وكل حد فتح مستشفى عملنا يوم في الاسبوع ما ظنش ان حتى الناس هتستنى اليوم ده اللي هو يقدر يعمل الفحصات الطبية ليه والاولاده لو اسرة مكونة من 3 ا4 اطفال لما يروح يكشف ويبقى حاطت 100 جنيه ولا 120 جنيه واتطمن على 3 ا4 اطفال اللي عنده وعرف ايه عنده وعرف ايه المشكلة احنا من ضمن الحملات واحنا بنعمل الحملات دي كانوا اتنين دخلوا يكشفوا ودخلوا على العمليات على طول يعني هو الكشف المبكر طلع ايه عنده كان حد عنده التهاب في المرارة وكان لازم يدخل عمليات في سعيد وما كانش حاسس وما كانش حاسس وبالصدفة وكان واحد عنده نزيف في التحال ومشان اتخبط ومش حاسس به وجيب المستشفى بالصدفة من ضمن الحملات لو حضرتك بالحملة دي انقصت حياة واحد بس فانت عملت للمجتمع طبعا عملت انجاز في الحقيقة